كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الإغضاء يترفق بالناس ولا يعاتب إلا في أمر الدين فخير الناس أعذره وتجنبوا حديث الغاضبين رأفة بحالهم إنما هم أسر الشيطان في تلك اللحظة ولا تستفزوهم لتخرجوا أسوأ ما لديهم ثم تقولون هذا ما أنت عليه فلا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم فخير الناس أعذرهم للناس أربعة أحاديث من حفظها وحققها جمع أصول الأخلاق والآداب الأول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت الثاني قال صلى الله عليه وسلم إن من حسن إسلام المر تركه ما لا يعنيه الثالث أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أو صني قال لا تغضب وكررها مرارا لا تغضب الرابع قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ففي الأول ضبط اللسان وفي الثاني ترك الفضول وفي الثالث ضبط النفس وفي الرابع سلامة القلب